السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة اليوم ان شاء الله وصفة جديدة ومتميزة بطريقة حصرية واللي نتمنى انكم تجربوها ودنى الاستحسان ديالكم واللي بطبيعة الحال تقدروها كوجبة عشاء فإلا بغتو تعرفوا معي الطريقة تحضير ديالها والمكونات فما عليكم إلا تتابعوني إلى الأخير ولا أعجبكم الفيديو اليوم ما تساونيش مني لايك ومن تعليقات ديالكم لي كتشجعني وكذلك ما تساونيش تابعوني على الانستغرام غناخلي لكم الصفحة ديالي أسفل هالفيديو في صندوق الوصف ونبدأوا على بركتي الله بالنسبة لهذا الخضار فأنا غدي نقوم بالبشر ديالها في المبشرة الرقيقة غدي نبشرهمها كرقاق إلا البصلة هي اللي كنبشرها في المبشرة الغليظة طبيعة الحال ما تساونيش تخليوا لي لايك اللي فيديو وتعليق متعليقاتكم الجميلة والرائعة لكتشجعني على العطاء وعلى المازين وكذلك كي لا كنتوا كتزوروا القناة لأول مرة ما تنسوا تشاركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش تواصلوا بكل جديد أنا بعد ما غدي نطحن الخضار غدي نوضعها جانبا ثم كلمروا الخطوة الثانية كنا ناخد هنا تلسة ديالبيضات فوصفة سهلة في تحضير وكتجي زوينة بزاف والديدة بزافة يعني تابعوني إلى الأخير باش شوفوكي باش كتجي كنضيف الملح اللي غدي تملة حلية يعني الملح كتبقى على حسب الضوك شوية ديال فلسلة سودانية أو شونية وحد دا نصم معلقة شوية ديال سكينجبير وشوية ديال الكامون وحد ربع معلقة من كل حاجة وربع معلقة من فلفل أسود وكذلك نصم العقة من قصب ريابس ونص كاس من زيت الزيتون ثم كنخلط مزيان هاد البيض حتى كنطربوه جيدا هاد البيض حتى كي نساجم مع جميع التوابي اللي يدوبو فيه مزيان وميبقوش هك كم كورين ثم غدي نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق فانا غدي نضيف خمسة ديال المعالق يعني غدي نحسبوهم هكا خمسة ديال المعالق وبالنسبة للدقيق فكي بقاليكم الاختيار تقدروا توضعوا السمد الناعم تقدروا توضعوا الدقيق القمح الكامل تقدروا توضعوا فارينا وضعت الدقيق الخاص بالحلويات والنخبوزات ودائما سنخلوط دقيق قبل ما نستعمله ودخلوه في الخليط السائل نضيف نزال الدقيق بالنسبة للمقادرة مضبوطة نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف وضعت أسفل هالفيديو بالنسبة للأخوات اللي يطلبوا مني هكا المقادرة يكن مضبوطة ومكتوبة ثم من بعد قضي نضيف وحد الخمرة من فئة 7 جرام نضيف الخميرة نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الخضر نضيف الخضر نضيف الخضر نضيف الخضر نضيف الخليط نضيف الخضر 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 ملعقة صغيرة من معجون فلفلة نضيف زيت الزيتون ونخلطها جيدا حتى نضيف خليط خليط كريمي بعد طابط طرطية فانا خرجتها من الفرن ونقلبها بسيخ في هذه المرحلة سيندهن لها الوجه بهذا الخليط نضيف ملعق وكلي من إضافة نضيف الحلق ونضيف ملعق جيدم نضيف جبن الموزاريلا نضيف جبن الموزاريلا نضيف جبن الموزاريلا تبذيك ونخرجها ونرجع معكم تشوفوا معي الشكل النهائي ديال الطرطية ديالنا كيفاش كاتجي وكنتا ديال الطرطية ديالنا بعد ما خرجنا من الفرن كاتجي من اروع ما يكون شكل تاني يعني بدون عجين كنحطو على عشاء لي هو سهل وبسيط ولدي جدا تمنى الفكرة ديالنا لإعجابكم بطبيعة الحال لي أعجبتكم الفكرة مرة أخرى لا تستطيعوني شمن لايك وكذلك لا تستطيعوني وليتعليق من تعليقاتكم الجميلة والرائعة وما بقى لي إلا نخليكم معنا الصور وإلى اللقاء اشتركوا في القناة